أن هذا القرآن الذي بأيدينا الاتجاه الرسمي هو أنه ماذا؟ هو الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله بلا زيادة ولا نقيصة مع القيود التي أشرنا إليه إذن هذا إذا حفظنا يأتي هذا التساؤل وهو أنه أساسا هل أن هذه السور التي تركبت من مجموعة من الآيات هل أن الترتيب بين آيات سورة واحدة ترتيب توقيفي وحياني معصوم أم لا هنا أعزائي الكرام في المسألة قولا قول يعتقد بأنه أساسا هذا القرآن جمع في عهد رسول الله بسوره وكل سورة بآياتها بحسب التسلسل الموجود بأيدينا إذن لم يقع أي اختلاف في مسألة ترتيب ماذا؟ ترتيب الآيات القرآن ولعل هذا هو الاتجاه العام بين علماء المسلمين من الشيعة والسنة ولذا الشيخ اللنقراني عندما يصل إلى هذه القضية في مدخل التفسير في الصفحة 200 أعزائي في صفحة 266 هذه عبارته يقول فقد تحصل من جميع ما ذكرنا الجمع بمعنى التأليف والتركيب وجعل كل آية في السورة التي هي جزء لها وفي موضعها من تلك السورة وكونها آية ثانية مثلا أو ثالثة أو رابعة وهكذا مع التصريح أوضح من هذا لا يوجد وهو أنه حتى أنه حتى أي تغيير لم يقعوا في ترتيب الآيات القرآنية التي تتكون منها السور القرآنية وهكذا والجمع بهذا المعنى لأنهم يعتقدون هؤلاء أن القرآن جمع على عهد رسول الله سورا وفي كل سورة أيضا رسول الله وضع كل آية في الموضع المناسب في تلك السورة والجمع بهذا المعنى هو محل البحث والكلام وقد عرفت أن الجامع بهذا المعنى يعني السورة وآيات السورة لا يكون إلا النبي بما أنه نبي وبعبارة أخرى لا طريق له إلا الوحي ولا يصلح إسناده إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بوجه من الوجه هذا وقريب منه أيضا السيد الخوعي قدس الله نفسه في البيان صفحة مائتين واثنين وخمسين هذه عبارته يقول إن هذه الروايات روايات الجمعي في زمن الأول أو في زمن الثالث إن هذه الروايات معارضة بالكتاب فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريمة دال على أن السورة القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض يعني في زمن من؟ في زمن النبي الأكرم هذه السورة سورة الرحمن غير سورة الواقع وبطبيعة الحال إذا كانت السور متميزة في عهد رسول الله بطبيعة الحال ترتيب الآيات أم كان ممن؟ أم من الصحابة بعد وإنما كان ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الاتجاه أتصور بناء على هذا الاتجاه بعد واضح يمكن الاستناد إلى السياق أو لا يمكن الاستناد إلى السياق يقولون بأنه يمكن الاستناد هذا بعد ذلك لنرى أنه مع هذا يمكن الاستناد أو لا يمكن الاستناد بحثه سيدي هذا اتجاه وفي مقابل هذا الاتجاه الاتجاه الآخر الذي أشرنا إليه بالأمس أعزائي وهو الاتجاه الذي اختاره السيد الطباطبائي في تفسيره صفحة 128 أعزائي هناك قال بأنه في صفحة 128 وصفحة 127 قال ترتيب الآيات إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاب وناقش كل الأدلة التي استند إليها الآخرون لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذا الترتيب بين الآيات ترتيب ماذا؟ ترتيب توقفي الآن أنا مو بصدد الترجيع عزائي له مقام آخر من البحث وإن كان وإن كان بحسب الاتجاه العام أنا اخترت في كتاب أصول التفسير أن ترتيب الآيات أيضا ترتيب ماذا؟ ترتيب توقفي الإخوة إذا يريدون راجعون هذا البحث في كتاب أصول التفسير من صفحة 540 إلى صفحة حدودا 580 هناك آخر المطاف أقول والخلاصة ما تقدم من الأدلة المثبتة لكون القرآن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبيده ومرتبا في زمنه إن لم يكن مثبتا لكون ترتيب السور أيضا بأمره ونظره فلا أقل من إثباته لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور إنما كان بأمره ونظره ضرورة أن له المدخلية الكاملة في ترتب غرض الكتاب وحصول الغاية المقصودة لأن المطالب المتفرقة المتشتتة لا تفي بتحقق الغرض فس هذا هناك ذكرنا الآن لا نرجع باعتباري أن المقام يحتاج إلى توضيح أكثر إلى أدلة أوسع في هذا المجال الإخوة بعد البحث والبراهين التي استند إليها الأعلام يمكن مراجعتها هنا